أعربت مصر عن استنكارها استمرار الجانب الإسرائيلي في استهداف وقصف مدارس ومنشآت وكلت غوث وتشغيد اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بقطاع غزة وآخرها استهداف مدرسة الجعوني بمخيم النصيرات وأكدت وزارة الخارجية أن مصر تشدد على أن استمرار استهداف المنشآت والمنظمات الأممية والدولية دون رادع أو محاسبة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي مؤكدة على أن ما يوجهه الأبرياء في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وانتهاكات يتعين إنهاؤها بصورة فورية مطالبة الأطراف المؤثرة دوليا ببذل الجهود لضمان امتثال الجانب الإسرائيلي للالتزمات الدولية والإنسانية مؤكدة أن إنقاذ الأرواح واستعادة الحقوق الإنسانية المسلوبة للشعب الفلسطيني يجب أن يمثل أولوية لدى المجتمع الدولي